ابن تيمية رحمه الله يقول إن التوحيد كلما عظم سلم الإنسان من العشق ومن محبة غير الله كيف؟ قال رحمه الله لما لم يبتلى يوسف عليه السلام بالعشق وإنما ابتليت امرأة العزيز قال رحمه الله قال لم يبتلى يوسف بالعشق لكمال توحيده كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لما؟ إنه من عبادنا المخلصين بينما وقعت امرأة العزيز في العشق لأنها كانت مشركة فعليك بتوحيدك